السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله منورين. طبعا اللي جماعة دا نكلمك عن تطبيق خطير جدا. وويس التطبيق دا هو بيعمل روت في نفس الوقت ممكن يخرب جهازك. حتلقاه بعض مرات في الانترنت كتير. ركز معينا حوليك التطبيق دا لانبع مرة بيعمل مشاكل في بعض الاجهزة. تمام? والتطبيق دا موجه لاجهزة معينة. ركز معي. لاحظ معي ان هنا في تطبيق في الشاشة. وويس اللي هو بعلامة الشباك او السلم زي ما بقوله الناس. اللي هو ام تي كي ايزي اس يو. تمام? او اللي هو هذا التطبيق خاص بمعالجات اه ميدياتيك. ميدياتيك. ركز معي. لو جهازك ما فوقه معالج ميدياتيك. التطبيق دا ما حقك. لكن ممكن تعرف على المشاكل اللي بيعمل لك. لا تفيد عرف على التطبيق دا. كويس. التطبيق دا طبعا بيعمل روت للاجهزة اللي بتحتوي على المعالج بتاع ميدياتيك. لكن ما اظنيت الاجهزة الحديثة. الاجهزة شنو القديمة. انا نخلاني اعمل الفيديو دا ليه? لانه رجيت في بعض الناس عاملين اه فيديو عن التطبيق دا. كويس. بقول انه التطبيق دا بيعمل روت. كويس. وفي ناس استخدمتوا وخرب لها الجهاز بتاعه. فانا دا اريد اريدك عشان ما تمشي تخش تصفحة بتاعت اي زول وتلقى التطبيق دا وتنزله. وجهازك يقوم ببوزه عليك. كويس. قلنا التطبيق دا موجه للاجهزة اللي بتاعمل بمعالج بدياتك. تمام? يعني انت لو معالج بتاعك ما بدياتك ما تحب بتسعي وتطبيق دا ما حقق عشان جهازك ما يتخرب عليك او كده. تمام? التطبيق دا هو بيعمل روت كويس وبيستخدام الماجيس. تمام? بضغطة واحدة. حاجة معينة كده وتعمل اعادة تشغيل الجهاز كويس. لكن في الغالب بيعمل في الاصدارات القديمة بالاندرويد. في الاصدارات حديثة ما منجح. طبعا انت لو اذا تعمل روت تمام ما فوق اي مشاكل. امشي بالخطوات بتاعة الماجيس مانيجر. دا طبعا احسن روت ممكن تتلقاوه. يعني التطبيق دا ما بينفع معك الصدق. التطبيق دا كويس جدا. كويس. من المشاكل اللي لقيتني انه في ناس بعض الناس بيخطوا التطبيق دا يقول لك التطبيق دا بيعمل روت لجميع الاجهزة. ويقول لك جرب. في ناس طبعا نجربوا التطبيق دا. كويس. في ناس اداهم فاشل في البداية بيشتغل معهم. وفي ناس قام عمل لهم شنو? علق لهم الجهاز. كلهم يعيد تشغل الجهاز يقول لك قاعدة عادة تشغل الجهاز. بيكون شغال معك زيدة. تمام? في الحالة دي يا ات عملت فورمات والجهاز يشتغل. يا قمت عملت صوفتوير جديد. عشان كده التطبيق دا بعد مرات ممكن نخرب لك الجهاز. تمام? كويس. انا حضع عليك الرابط بتاع الفيديو. تمام? بتاع الشرح بتاع التطبيق دا. كويس. عشان شوف الزول دا هو بيشرح التطبيق الشرح هو كويس لكن ما ينفع مع كل الاجهزة. يعني هو الشرح تمام لكن هو قال التطبيق دا بينفع. كويس. ما حدد ليهم الاجهزة بينفع معها ولا قال ليهم فيها الاجهزة معي هنا. بس هم قال ليهم جربوا. ممكن ينجح معكم ممكن ما ينجح معكم. في ناس طبعا تطبيقات يعني في ناس تلفوناتهم خربت. كويس. طبعا التطبيق دا لو قلت افتح وهشقله وما هيشتغل معي قصا. تعرف ليه? لانه انا التلفوني سامسون تمام وشغال باكسنوس. تمام عشان كده اصلا هو ما بيشتغل معي ولا حينجح معي اصلا. تمام يعني التطبيق دا هنا هي ما شغال معي ولا حيش يشغل معي. طبعا انا اصلا عندي المجلس مانجر وسبدت الروض عن طريقة المجلس مانجر وشغال معي. تمام? اذا انا التطبيق دا ما حقي. لكن دا شنو? دا توضيح للناس. كويس. انا حضع ما نفع معها. كويس. وممكن فيها ازا انت تحاول تجدر فيها لكن لازم يكون المعالج من نوع ميدياتيك. ركز معي. من ميدياتيك. تمام? هنا حقوط لك الصفحة دي. عشان كده تخش صفحة دي وتجري الكلام دا. النوم بتعرف تجري انجليزي حاول ترجيب الكلام دا. تمام? عشان ما تخش فيه مشاكل. تمام? واحد عليك الرابط هو بتاع الفيديو. بتاع زور الشرح بتاع الغنادة. شوف الفيديو لو انت حابي تركب او حابي تعرف فكرة عن الموضوع دا. حتخش وتشاهد الفيديو. تمام? لو حابي تركب بالطريقة دي يركب لكن لازم يكون المعالج ميدياتيك. تمام? انا جماعة عملت الفيديو دا لانه في ناس قولنا لقينا تلفونات ام خير بدي صوت التطبيق دا. تمام? لانه في زول في الانترنت بخش بيعمل فيديو في اليوتيوب عشان هو دائر مشاهدات بس يقول لك ااخد تطبيق دا بيعمل رود لكل الاتهيزة. او لبعض الاتهيزة. وما بديك التفاصيل كلها. وانت تخش المسكين زي ما بقوله الزوال ما عارف حاجة طبعا. دا يعمل رود يمشي يهبش وجهازك يبوضع عليك. تمام? لازم تعرف الحاجة دي. الجهاز التطبيق دا موجه لمعالجات ميدياتيك. وما كل الاتهيزة ذات بيشتغل معها. بعض الاتهيزة جدا وقليلة جدا. تمام? عشان كده التطبيق دا خطر يا جماعة. انت لو حبي تعمل رود احسن لك المجلس مانجر. واتبع الخطوات السليمة والموضوع بتاعك ما تكون فوقه اي مشاكل ان شاء الله. ان شاء الله تكون الفكرة وصلت يا جماعة للناس. عشان تلفونك ما يخرب عليك. كويس ولو في اي حاجة اكتب له في التعليقات وانا بروض عليك ان شاء الله بوضح ليك كله. تمام? نعيد الكلام دا يا جماعة تطبيق دا موجه لمعالجات ميدياتيك وبعض الاتهيزة ما كل الاتهيزة. قلنا حنخط الرابط في كويس. هتلقى فوقه الصفحة بتاع تزولة المطورة التطبيق وبيشرح ليك اي حاجة انت دايرة. تمام? يعني انت لو زي ما بقوله المعالج بتلفونك اا سامسونج حاجات زي دي ما بنفع معاك الصن. معالج بتاعك زي ما قالو سناك دراجون اكسونوس المهم دي كلها ما بتنفع مع التطبيق دا عشان ولا تقول شاعتك لا بيش فوقه. بس هلأ ديتك يا جماعة ديتكم لمحانة التطبيق دا كويس التطبيق دا بيعمل مشاكل لبعض الاتجيزة. كويس لو انت حابت خاطرتها وجربتها. كويس. ااا بعد كده يتحمس زي ما قوله المزولية. لو جهزت عليك فرمضتوا اشتقل معاك الحمد لله ما فرمضتوا معانا الا صوفتوير جديد. وكلا يا جماعة وصلت الفكرة بتاحتي. تمام? وما تنسوا الاشتراك في الغنات وتفيع زر الإجعارات عشان يصلكم كله جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المترجم للقناة